الحقن المجهري مع التهاب قنوات فالوب هل ده له تدخل خاص او بروتوكول خاص هو لازم طبعا من التجهيزات ان لو فيه التهابات في الحوض او التهابات في قنوات فالوب لازم تتعالج طيب لو الالتهابات دي ما تعالجتش او فيه ارتشاح او انتفاخ في قنوات فالوب لازم تعمل منظار بطن ونقفل قنوات فالوب لو قناة واحدة اللي فيها المشكلة بنقفلها لو القناتين بيفضل ان هم يتقفلوا عشان طبعا الالتهاب ده بيكون غلط على الاجنة وبيقل الفرص نجاح قنوات فالوب لازم دكتور متخصص تتابع معي كويس عشان تتأكدي ان الالتهابات دي مش موجودة تماما قبل عملية الحقن المجهري شكرا